السلام عليكم حبيباتي و اخواتي و كل المتتبعي قناة شيوات صفاء نتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين اليوم ان شاء الله سوف نقترح لكم و نشاركم كريب مال حين بوحد الكريب اللي كي ناجح مياه في المياه و حوش والديدة بزاف نتمنى ينجوا الاعجاب جيالكم معنا غير مشو نشوفوا المقادير و طريقة التحضير و نتمنى لكم فرجة ممتعة مهمة البنات هنا سوف يدلكم كيمية كثيرة تقريبا و حينيو 25 حبه نتعليك خيب يكونوا انتو ساستين هنا عندي ثلاثة ديال كيسان الفارينة انا استعملت هاد الكاس مهم الكاس اللي عبرته به الفارينة سيستعبرو به الحليب يعني الكاس نتع الماء ثلاثة ديال كيسان فارينة ثلاثة ديال كيسان نتع الحليب ميقة صغيرة ديال الملح ربعة ديال البيضات ربعة ديال معالق كبار نتع الزيت هذي هما المكونات الي انا بغتو تديروا نصف الكمية نصف الكيميه انا اخذ دركي المولينيكس اضرت فيه 4 ديال البيضات زيزت عليه 4 ديال المعنق الزيت ثلاثة ديال الكيسان الحليب ثلاثة ديال الكيسان الحليب يكونوا عامرين هذا الشكل هذا يأتي رائعين البنات فنين نضيف لهم دركي ديك الفارينة مع معلقة صغيرة ديال الملح نضيف الكيميه كامله ثلاثة ديال الكيسان ونطحنهم مزيان كل شي نطحن مليح 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 سوف ينطحنهم مزيان سوف يوجد واحد صفاية غير من باب الاحتياط ونصفهم هكا ما يبقوش عدنا نشع بيبيزات ديال الفارينة او شي حاجه سوف ينطيبوهم سوف يدركي نطيبوهم دعوهم ترتاحوا لي 5 دقايق لا شي مشكل اخذي مقلات نزع الكريب دهنتها في الأول بشوية زبداغ المرة الأولى سوف نطيب لك خيب ديالي تديرو كيميه ها كامل خالد توزعوه وكتخليوه من اللي تحمر شوية من واحد الجهه ما كتخليوهاش حتى كتيبس يعني تحمر بزاف بزاف يعني غيتشوفوها حمارت شوية كتقلبوها بهذا الشكل هادا سوف يكون نفس الشي من الجهه التانية وكتخليوها هاكا لحقا شي لا يبستوها بزاف ما هادش تقدروا تلويوها هنا استعملت مقلات شتو كيف شوية صغيرة وشوفو انتو ما بغتو تديروهم كبار عليها كديروهم كبار سوف نكملنا بنفس العملية نطيب قاع الكريب اللي عندي دائما بنفس الكيفية كنديروهم في المقلات كنوزع بعد الشكل هادا سوف يمكن خلقهم حمارو من واحد الجههة بنسبة المقلات غليك تطيبو فيها البغر طيبو فيها اللي كريب مشي ضروري تكون المقلات خاصة بلي كريب سوف نكملها بنسبة هالكا كيفية وغادي نشي ودركي نحيدهم على جانب من اللي نكملهم سوف نرى الحشوة انا اليوم اقترح عليكم في الحشوة انا اخذت مقلات قطعت فيها واحد زوج البصلات قطعتهم كما راكو تشوفوا زوج البصلات مش للدين سوف نستعمل هنا صدر دي كرومي او صدر متع الجاج ما كان لديكم كبيرا وانتو مع لحزة بعدد افراد الاسرة سوف نستعمل الفقاع او الشامبيلون سوف نستعمل الكريمة السائلة السائلة والعنصر سوف نستعمل هنا في التوابل سوف نستعمل توابل انتاع الشوارمة السائلة سوف نستعمل الملحة والفقاع او الشوارمة سوف نستعمل المقادير سوف نستعمل نستعمل الزج و تشحر سوف نستعمل نستعمل شامبيلون سوف نستعمل سوف نستعمل مع البصلة نستعمل و نستعمل مقعد سوف نستعمل الملح الملح نستعمل كريمة الخاصة بالطبخ إذا لم تكن لديكم البنات تستغناء عليها وإذا كانت لديكم ماذا بكم تديرها لديكم الحشوة غنية في الأخير ضفت فروماج وطفيت على الحشوة وهي واجدة بالنسبة لكريمة تقدروا تعوضها البنات بشوية على صوص بشامل يعني اللي كان عندكم في الدار سوف يوجد لك خيب واجدي الحشوة هنا واجدة وبنينا كثيرا سوف نديرهم مربعين سوف نديرهم اليوم سيجار سوف ندير الحشوة بهذا الشكل هذا على شكل سيجار ونلويه فقط بهذا الشكل ونحيدها على جانب يعني طريقة ساهلة مهلة نقول لكم نعمر على شكل سيجار ونلوي بهذا الشكل هذا سوف نكملهم كاملين حتى نلويهم هنا هنا يقيمة تدهنهم بالزبدة والدخلهم في الفرران ولكن انا كنفضل كناخد مقلاة وكندير فيها شوية زيت حيث لك خبذيجا ناشفين لك خبذيجا ناشفين لك خبذيجا ما يكونوش مزيتين فقط مقلاة فيها شوية على الزيت ماشي بزاف ماشي احتغطوا وشوية باش يتقرملوا انه يحماروا وحتس فيها الكخب دياولي من اللي يحماروا من الأسفل كتقلبوهم بهذا الكيفية دي ما كتحطوهم على الجهة اللي طوتوها عليهم تخليهم يتقرملوا من الجهتين وكتقدموهم الصحة والراحة كيجي ورائع جدا البنات الماكرة دي لهم كيجي ببنينة كيجيوا مقرملين على براء وطريين من الداخل الحوشوا بلا ما نحكي لكم كيجي بغامو هائلة نتمنا يعجبوكم وتجربوهم ضمن وصفتكم الرمضانية وأكيد أكيد غادي تحبوهم بزا 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 قولوها لي في التعليقات لا تنساوليش بلايكاتكم أدركي لبنات أبغيت نقطع رحليكم أو كذلك نشارككم طريقتي في عصير دي الحامض اللي كيجي رائع ومن نعيش في هاد الشهر الكريم شوانا نحكي لكم شانا ما كان حماق عليها لبنات غادي نوريكم طريقة فش كنصاوبة هنا غادي نعطيكم على حساب جوجيا ترونت علماء تفقنا غادي هنا يستعملت أربعة دي الحامضات أربعة دي الحامضات خذيت العصير في اللول حكيت القشرة دي لهم صفرة حكيتها في الحكاكة الرقيقة من تحكوش هاد البيض هادا صافي غادي ترميوه من بعد ما حكيت القشرة الرقيقة عصرت العصير دي لربعة دي الحامضات دار لي هاد الكاس الكبير هادا يعني قدي نحتاج عصير ربعة دي الحامضات القشرة نتعى بها دي الحامضات جوجيترو دي لما يكون بارد وسكر ناخد المولينيكس نحط فيها اللول ديك القشرة دي الحامض ونزيدو معها السكر تقريبا غادي ندير في اللول قد تقريبا غيشوية ماشي بزاف قيد تحدي studies ونضير السكر الكética أنه خلال이 heritage كانت امملية في اللول سастиع على الأربعة ساع möglichstغر 解ده ثلاثة ديه اللى مالجة لل Tamil تعتقد بصول الاخ plat трit ثلاثة ها ربعة ثلاثة الثaat خمسة ديه اللى مالجة بصغر ونطحن سروح بعض الاخر ونطحن سوف يiers mix المليح مليح نضيف السكر نضيف السكر اضيف الماء نضيف السكر نضيف السكر نضيف الماء يكون بارد نضيف كل شيء ينطحن نصفه ثم نضيفه يضيف الماء سوف يكون لكم واحد العاصر خطير ورائع جدا كما اجدنا بالقشرة الحامض والعاصر الحامض جوجية روما ثمانية مع القشرة السكر وصافيه في القريعات وستقدمه في طاولة رمضانية وشي مطرحة نتمنى اجبكم هذا الفيديو حبيبتي تكونوا استفدتم معي ولو بالقليل تجربوا هذا الكخاف اللي أعطيتكم وكذلك هذا العاصر تقدمه معهم إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش إليها بلايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة اشترك في القناة للجديدات ما تنسوا باشتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات وبارتاجي وبارتاجي والبنات وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ودائما معه في وطفاء إلى اللقاء اشترك في القناة